أفهد مراسل السعيدة بمحافظة الجوف أن معارك طاحنة دارت اليوم بين قبيلتين متنازعتين على الأرض التي تجري فيها عمليات التنقيب عن النفط والغاز وأضف مراسلنا بأن عناصر مسلحة من قبيلة أهل حمد تحركت صوب المنطقة التي تشهد التنقيب وإن اشتباكات وقعت اليوم بين قبيلة أهل حمد وقبيلة أهل مروان بحجة أن المنطقة تابعة لقبيلة أهل الحمد موضحا بأن الاشتباكات اندلعت بين القبيلتين بحجة أن قبائل أهل حمد تطالبوا بتنصيب أسماء من قبيلتها لحراسة المنطقة النفطية في القطاع 18 كما أن لديهم طالبوا مستحقات في المنطقة التي تجري فيها عمليات التنقيب عن الغاز والنفط هذا ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الاشتباكات من الجانبين ترجمة نانسي قنقر